ما زلنا في أولا مفهوم المحاسبة وأهدفها ووظائفها ونتناول الآن ما يسمى بنظام القرار نتناول في هذه الجزئية كيف يتم اتخاذ القرار ذكرنا سابقا أن نظام المعلومات المحاسبي يهدف إلى توفير أو إنتاج المعلومات وأن هذه المعلومات يستفيد منها الأطراف ذات العلاقة بالوحدة الاقتصادية لكي تساعدهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم فيبقى التساؤل كيف يتم ذلك نحن لدينا نظام للمعلومات المحاسبية ذكرنا أنه يتكون من المدخلات ثم تشغيل ثم المخرجات هنجد أيضا أن نظام القرار هو الآخر يتكون من مدخلات وتشغيل ومخرجات نوضح ذلك طبقا للتفصيل التالي هنشوف شكل كده يباين لنا العلاقة بين النظام المحاسبي ونظام القرار هذا النظام المحاسبي Accounting System or Accounting Information System الذي هو كالنظام المعلومات المحاسبي ذكرنا أنه يتكون من المدخلات التي كانت تتمثل في البيانات الكمية ثم عندما قيامنا بمرحلة التشغيل المحاسبي أو التي سميت بالقياس كان لدينا اعتراف ثم قياس كمي ثم تسجيل لكل العمليات ثم فرزها أو تبويبها أو تصنفها ثم في النهاية عرض وتقديم هذه المعلومات التي تم الوصول إليها من خلال المخرجات التي يسمى المعلومات الكمية أو المعلومات المالية الكمية التي تتضمنها أو تحتويها التقارير المالية هذه المعلومات هي مخرجات نظام المعلومات المحاسبي لكنها هي نفسها سوف تستخدم كمدخلات لنظام آخر وهو نظام القرار Decision System أو بمعنى صح الإجراءات التي يقوم بها متخذ القرارات أو الأطراف ذات العلاقة بالوحدة الاقتصادية كيف يقوموا باتخاذ القرارات أول شيء يعتمد عليه هو مخرجات نظام المحاسبي وهي المعلومات الكمية التي خرجت من نظام المعلومات المحاسبي هي دي بالنسبة لهم بتكون المعلومات لكن التشغيل بتاعهم مختلف تماما هما في العادة بيكون لديهم مشكلة بيحددوا في البداية ما هي هذه المشكلة هذه المشكلة لديها مجموعة من الحلول المقترحة نحددها في البداية وتسمى بالبدائل ثم بعد ذلك نقوم بتقييم أي من هذه البدائل هو الذي يصلح فنقوم بتحديد الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية لكل بديل من البداية المقترحة لحل المشكلة كل ذلك يتم في ضوء المعلومات التي جاءت إلى نظام القرار أو إلى متخذ القرار من خلال نظام المعلومات المحاسبي وفي النهاية نقوم باستخدام البديل المناسب ويتم ذلك من خلال ما يسمى باتخاذ القرار وبالتالي يكون المخرج النهائي لنا في نظام القرار هو القرارات طبعا أدي بنقول أن هذا العلاقة بين النظام المحاسبي ونظام القرار إذن نظام المعلومات المحاسبي وإن كان له مخرجات إلا أن هذه المخرجات أصبحت مدخلات لدى نظام آخر وهكذا عادة ما يكون مدخلات أي نظام هي في العادة مخرجات من نظام آخر ومخرجات كل نظام هي مدخلات لنظام آخر يلي ترجمة نانسي قنقر